استئناف الدور العام لانه امر مهم او طبعا بعض الاندية زي نادي مصر وعلى فكرة نادي مصر ده تجربة جميلة جدا والناس شديد الاحترام وعملين حاجة على امل ان هم ينجحوا فيها موقفهم في الدور صعب طلعوا هم متحسبتش اوي الدور العام ومطالباته كان عايزين يعملوا تجربة ولاد صغيرين بناس مش مش نجوم ويقدر يعمل حالة يعني الموقف في الدور المتدهور شوية لكن يكفيهم شرف الوصول الى الدور الممتاز وعندهم نتائج طيبة حلوة نادي مصر يعني خلي بالحضراتكم هيعمل المصر على حسابهم ليه لان هم عندهم معاملهم دون ذكرى اسماء ومعامل معتمدة ومحترمة وناس كويسة جدا يبدو ان هم حسوا انه مفيش دوري وحسوا انه الكلام وهو بتاعه وقالك وسيلة ضغط فبعت لاتحاد الكرة جواب ما كانش دمه خفيف ما كانش دمه خفيف يعني وان احنا بننسحب وان احنا عارفين ان اللوايح ويمكن اقول لكم جزء منه اه 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 اهو لا ما نهطوش على الشاشة ولا حاجة اه علما باننا نعلم تمام العلم طبقا للواحد اتحاد المصر لكرة القدم تبعات قرارنا الذي ينتج عنه هبوطنا دي مصر نداره المنتز الى القسم الرابع ومنسمى الاغلاق النهائي اللي ندينا نتمنى لكم ورصناعة كرة القدم المصريية التوفيق والنجاح ده كان الجواب الاولى لكن جي الجواب التاني وطالما تدرك الامر مفيش مشكلة يعني طبق يعني عادي ممكن تحصل وممكن تغلط وممكن تبعى حساباتك خطوئة ورد جدا يعني النهاردة قال لك الحق اللي خطابنا السابق يوم 17 ريليو اكدنا فيها رفضنا للمصر المحدد واشارتنا الرغباتنا في الانسحاب بشكل عام عن رغم الوصول الخطاب لبعض وسائل اعلام وبالتالي بدأ التناول الخطأ علانا نعلم انسحابنا من صبقة الدور المنتز وما يخالف نص خطابنا الذي اشارنا فيه للمبدأ دون ان ننص على ان نعلم انسحابنا من الدور لذا فقد لازم الاشارة والتنويه ونحيط سيداتكم علما بالتزام النادي تجاه مسئولياته في حال كانت الامور تتعلق بقرارات الدولة المصرية سوف نبدأ في اجراءات المسحات الطبية الاولية المحددة في خطاب سيداتكم مرسل الينا بتاريخ 18 يونيو على نفقة النادي وذلك لكافة عناصر الفريق الاول وللتشمع اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية اخيرا فقد سبقها وارسلنا لسيداتكم كافة العقبات اللي يتواجهنا لذلك نرجو تكرروا سيداتكم بالنظر ومحاولة تزليل ترك العقبات من اجل عودة وميزة لنشرات كرة القدم رئيس مجلس ادارة احمد خليف بصوا عادي جدا انك ممكن تبعت خطاب في لحظة انت الاراية بتاعتك كانت غلط الحسابات بتاعتك ما كانتش مصبوطة لكن طالما عدت وصلحت مفيش مشكلة